فشل وراء فشل كل يوم تثبت الأحداث أن اتفاق الرياض لم يكن سوى امتصاص لغضب الشرعية الذي صاحب سيطرة الانتقال الجنوب المدعوم إماراتيا على العاصمة المؤقتة انقضت كل المهل الخاصة بتنفيذ بنود الاتفاق الأمنية والعسكرية والسياسية واتضح أن القوات السعودية لم تكن أمامها من مهمة سوى تطبيع الوضع لصالح الانتقال وكبح أي حراك للقوات الحكومية وسيطرة عليه كان الاتفاق أن تطلع القوات السعودية بالإشراف على تنفيذ الاتفاق لكن ما يلحظ لها من دور أنها تحرص على أن يبقى كل طرف في مكانه وذلك ما يريده الانتقالي بالضبط ومع حالة لا إنجاز هذه صرح وزير النقل صالح الجبواني أن الإمارات وميليشياتها في العاصمة المؤقتة عدن هي من أفشلت تنفيذ اتفاق الرياض مضيفا في تغريدة له على تويتر أن منع وحدات الجيش وضباط وجنود سعوديين من دخول عدن في نقطة العلم يعد إهانة وفشلا في تنفيذ الاتفاق وأكد أنه ليس أمام الشرعية غير التأخب لضرب هذا التمرد بالقوة داعيا رئيس الوزراء إلى مغادرة عدن نحو الرياض فهل اقتنعت الشرعية أنه لا جدوى من الاتفاقات التي تأتي كشرعانة لما أخذ منها بالقوة؟ أم أنه لا يزال لديها شيء من أمر البلاد لكي تقدمه قربانا للسعودية ثمن مكوثها في قصور الرياض؟ ترجمة نانسي قنقر